ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله اعطاية المتغفرة فان الطفلة التي تدعى ابتسام اختفت بشكل مفاجئة اول امسين الاثنين في الوقت الذي كانت تستعد الى ملاقات والدها في احد الاسواق الاسبوعية في مدينة طاطا وقال والدها خلال حديثه مع الجريدة اليوم 24 الالكترونية ان طفلته اختفت عن الانظار في ظروف غامضة حينما كانت متوجهة صوب السوق الاسبوعي من اجل مساعدته مشيرا الى ان عناصر الدرك الملكي لا تزال تبحث عن الفتاة لحد الساعة وللاشارة فحوادث الاختفاء في صفوف الاطفال في المناطق الجنوبية ليست جديدة فخلال شهر اكتوبر الماضي اختفى بشكل مفاجئ طفل لا يتعدى سنه اربع سنوات من امام منزله في احدى دواوير الشوكا اتباه ولم تتمكن السلطات واسرته العطور عليه بعد ولا ننسى حادث اختفاء وقتل الطفل نعيمة شهر شتنبر الماضي في مدينة زاقورا حيث لم يتم بعد العطور على الجونات اشتركوا في القناة